اشتركوا في القناة اجتماعه الخميس الماضي قرر رفع الفايدة 2% على الإداع والإقراض وازاي ده كان لازم يتعمل عشان النمو الاقتصادي لان ده بدوره بيكافح كمان التضخم والحد من الانفاق وتقليل كمان الطلب على السلع والخدمات وتثبيت كمان أسعار السلع كمان بيدعم كمان العملة الوطنية كمان في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد وبيؤدي كمان لزيادة الطلب على العملة الوطنية وتعزيز كمان قوتها أمام العملات الأجنبية وطبعا بيحفز على الاستثمار في الأصول واللي فيها عائد سابت زي السندات ومنتجات البنكية عشان كده احنا النهاردة هنشرح قصة أسعار الفايدة من الفيدرالي طبعا أمريكي ومن المركز المصري وإيه أفضل الاستثمار في الوقت الحالي ليكم وزي تقدروا كمان تستفادوا ده بشكل كبير قبل كمان نتكلم كمان في الموضوع ده عايز أتكلم على موضوع طبعا الدولار اللي الحمد لله لو أتراجع في السوق بقالوه يومين في السوق السودة أكتر من ستاشر جنيه نزول في خلال يومين وطبعا ده بفضل يعني الأجهزة الأمنية في ضرب الأوقار الجريمة والمضربين كمان بالسوق السودة وكمان لدور اللي بتعملوا كمان الحكومة في سياستها كمان لجذب التدفقات الأستثمارية الأجنبية كمان المباشرة داخل مصر إحنا كمان شوية هيكون معنا ضفنا الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي اللي هنشرح أو هيشرح لنا حاجات كتيرة يعني إيه رفع أسعار الفايدة يعني إيه خطوات البنك المركز المصري لتحديد أسعار الفايدة كمان هيتكلم عن أسعار الفايدة إزاي بتدعم العملة الوطنية تلوفونا اتنين تمنتاشر عشرة ثمانية ستة وستين ورقم رسائلنا واحد تسعين تسعة صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة الراديو تسعين تسعين ومنوراني في الاستوديو الأستاذة منة العشماوي رئيس تحرير برنامج كمان والأستاذ ستيبو أحسن مصور في مصر كلها يلا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتك زي ما نوانا كده في الفصل اللي فات وقلنا اللي احنا النهاردة هنتكلم عن قصة رفع الفايدة على الإداء والإقراض وايه موضوع أسعار الفايدة هنشرح إزاي أسعار الفايدة من الفيدرالي ومن كمان البنك المركزي أنا بينوارني الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي أهلا بحضرك أستاذ محمد أهلا أهلا بحضرك أستاذ الفتاح وبكل المستمعين أهلا بحضرتك أفن طبعا يعني إحنا موضوعنا النهاردة موضوع يعني شايك الناس عايزة تعرف بسهولة وببساطة كده يعني إيه موضوع البنك المركزي لما يجتمع وهل ليه علاقة بالبنك الفيدرالي الأميركي وإيه موضوع رفع الإداء أو رفع الفايدة على الإداء وعلى الإقراض وهل ده إيه سببه ويخص المواطن في إيه عزيم قوي طيب شوف كده ببساطة كده عشان نبقى فاهمين إيه لازمة البنك المركز ده أصلا يعني أي بنك مركزي في الدنيا بيعمل إيه في كل دولة الاشراف على البنوك كلها ده دي حاجة آه الله ينورها ده أو نقط آه شراف على كتار مصرفي كله النقطة الثانية اللي هو ضمان استقرار الأسعار يعني ضمان إن معادلات التضخم ما تبقاش مرتفعة إيه بأن تكده ساعاتك كده بيتكلمني ما هي مهام البنك المركزي في أي بلد في أي بلد تمام محاربة التضخم أيوة أو استقرار الأسعار استقرار الأسعار آه والنقطة والنقطة التالتة هو إنه آه ضبط العلاقة بين العملة المحلية والعملات الدولية تمام وفي هذا الإطار بقى تبص على الفيدرال الأمريكي تبص على المركز المصري تبص على أي بنك أنت عايشه لما هتبص على على البنك المركزي المصري والاجتماع الأخير مم ورفع معادلات الفايدة بقى الهدف منه هما النقطة التانية والتالتة اللي هما اللي هو المركزي بيحاول يحارب التضخم لأن ده محتاج حزمة إجراءات من البنكزي ومن الحكومة نعم بيتم تنفيذها دلوقتي أول خطوة فيها هو كان استكمال رفع معادلات الفايدة لأن معادلات الفايدة تم رفعها في 2022 وفي 2023 طيب إحنا عايزين نهضة حاجة بس يا عزيز محمد الناس فاكرة أني طبعا من تعارف حالك ببنك الأهلي وبنك مصر كانوا عاملين شهادات 23 و27 ولسه مستمرة مظبوطة الناس فاكرة أني الاتنين في المائة دا هيزودوا الشهادات تبقى 25 و29 وكنا فعايزين نشرحها للناس بس هقولك لأ ليه لأن الفايدة تم رفعها من 20 ل22 تمام؟ طب الشهادات أساسا بكامل ما أطروحها دلوقتي ب27 اللي هي مدتها سنة اللي هي مدتها سنة فالشهادات بالفعل بعائد على المودع أكبر من الفايدة الطبيعية اللي موجودة دلوقتي لهاي 22 يعني نقدر نقول أن البنوك التانية هتعمل شهادات ب22 ممكن لو خدت موافقة من البنك المركز لو خدت موافقة البنوك التانية بالفعل عندها عندها العائد اللي هو ب22 بس أنا أصدر هي ممكن تعمل بأكتر من كده بشكل متناظر زي البنك مصر وبنك الأهلي وتبقى العائد ب27 مسلا أو في حدود الرقم ده لو خدت موافقة بالبنك المركز طب سؤال تاني برضا يا سمحمد ليه البنك الأهلي وبنك مصر بس هم خدوا القرار بتاع رفع الفايدة أو البنك المركز الشهادات ليه البنوك التانية بقى ممكن تقول لك البنوك التانية كل العمل هتمشي من عندي وتروح لبنك الأهلي وبنك مصر صحيح وده حصل في بعض الحالات وده خلى بعض هزي البنوك تطرح شهادات منافسة أيه البنك الأهلي والبنك مصر بس سؤالي بقى ليه بنك المركزي معممش يعني لأن هي مش إكبار والشهادات دي ذات عائد مرتفع يعني ذات عبق على أكيد طبعا والهدف منها خد بال حضرتك الهدف من العائد المرتفع هو القطاع اللي احنا بنوع عليه القطاع العائلي يعني الناس اللي ليها إداعات بمئة ألف ببضعة ألوف ده اللي بيجري يحط فلوسه في هذه الشهادات عشان ياخد أعلى عائد لكن فيه بنوك أخرى بيبقى التعاملات بتاعها معظمها مع الشركات فدول ما بيجمدوش فلوسهم لفترة زمانة طويلة ده بيبقى حسابات جارية وبالتالي العملاء مش هتروح من البنوك أخرى تروح البنك الأهلي وبنك مصر علشان خطر تصنيفة العملاء في البنوك بتختلف دي فعلا صح طيب يعني برضو إحنا برضو عايزين نعرف إزاي برضو إن الفايدة ديت أو أسعار الفايدة دي بالدعم العملة الوطنية عظيم أنت دلوقتي لما بيبقى فيه تضخم مرتفع لازم تاخد حزمة من الإجراءات للتحكم في هذا التضخم التضخم بيض التضخم مرتفع بيضعف العملة فلما يتم رفع الفايدة من البنك المركزي الهدف المبدئي منه إن انت بتسحب السيولة من السوق من الأسواق تحولها إلى ودائعة داخل البنوك سحب السيولة من الأسواق يأدي إلى انخفاض الطلب ويأدي إلى السيطرة على معدل التضخم السيطرة على معدل التضخم يدعم العملة يدعم العملة بشكل مباشر بشكل مباشر طيب. طيب برأي ساعتك ايه برضو احنا يعني من تلات ايام بزبط كده بقالنا تلات ايام الدولار في السوق الموازي نزل اكتر من ستاشر جنيه. السؤال ده مهم قوي. تفضل. خلينا بقى اشرح لك يعني ترتبة زمن كده ببساطة. تفضل. البنك المركزي قبل اجتماع يوم الخميس الماضي عقد اكتر من اجتماع وكان فيه تسبيت لاسعار الفايدة. نعم. في الوقت ده كان كان فيه ارتفاعات في سعر الدولار في السوق الموازي. ليه? لان علشان تبدأ تتخلص من موضوع سوق الموازي ده للدولار اللي هو حتما لازم هيحصل. يعني الوضع المضطرب اللي احنا فيه ده مؤقت يقينا وحتما هينتهي. اكيد لازم ينتهي. تمام? علشان تبدأ تنتهي منه لازم تنفس حزمة اجراءات مع بعض. من البنك المركزي ومن الحكومة. بداية هذه الاجراءات بتبقى امرين عادة. الاعلان عن انتهاء الاتفاق مع صندوق النادي الدولي وده حصل في بيان من الصندوق يوم الخميس. وان المركزي يرفع الفايدة ويبدأ يرفع او يستعيد رفع الفايدة. وده حصل برضه يوم الخميس. فاول ما الاجراءات دول نزلوا مع بعض البيان بتاع صندوق النادي ورفع الفايدة باثنين في المية بالمركزي. الاثنين مع بعض يوم الخميس. حصل اضطراب على طول في السوق الموازي. لان الكبار او اللي فاهمين في السوق الموازي عارفين ان ده بداية تضييق الخناق على السوق الموازي. وبداية توحيد سعر الصرف. وبداية توحيد سوق واحد لصرف الجنيه امام الدولار. وجاذب كمان استثمارات. فده حصل بزبط. فحصل التراب ده على طول. اول اول ما 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 يحصل هزا التوحيد. هم. بتكتازب الاستثمارات اللي انت مش مستهدفها. يعني فيه فرق ما بين الاستثمارات اللي انت مستهدفها زي الاستثمارات اللي بتوعلن عن الحكومة دلوقتي. انت عندك رأس الحكمة مسلا. اه منطقة او ارض ففي خطة حكومية لتطوير هذه الارض. اه رأس الحكمة طبعا مشروع كبير جدا يعني وفيه تدفق بيقوله اكتر من اتنين وعشرين مليار. اه فيه استثمارات بالفعل هتنفس في المنطقة دي خطتها باتنين وعشرين مليار دولار. اجمال للخطة. نعم. او اجمال الاستثمارات. وبالتالي ده الاستثمارات اللي انت مستهدفها. لكن لما بتوحد سعر الصرف كمان بيجي لك استثمارات انت مش مستهدفها. يعني المستثمر الخارجي هو اللي يبقى شايف فرصة وهو اللي يجي لك. طالما مؤشرات المالية عندك منضبطة. مسوق صرف منضبط. بتجي لك استثمارات خارجية بشكل تلقائي وبشكل مباشر. احنا مشكلتنا ايه يا عبدالس محمد? احنا مشكلتنا في الفجوة الدولارية. اللي هي الفجوة التمويلية الدولارية. التمويلية الدولارية. احنا بنستورد بقديه وبنستهلكت. ايه? هي دي مشكلتنا. صحيح? فهي مشكلتنا ما تتحلش غير بحاجة واحدة التصدير والانتاج المحلي وتوطين المنتج المحلي. صحة مليون في المية. يعني ده اللي انا دي مشكلة. دي المشكلة الهيكلية المزمنة عندنا. انا انا بقولها كده. انا نفسي في حياتي. امسك الميزان التجاري المصري. ولاقينا بنصدر اكتر وبنستورد. اخر ميت سنة. يعني يعني مش قصد بقى عشر سنين ولا عشر سنة. وعشان كده السيد الرئيس آآ جمهورية قال اكتر من مرة اللي احنا عايزين نوصل لمرحلة او نوصل اللي احنا بنصدر بميت. مليار ده لازم يبقى الهدف الاستراتيجي. وهو كذلك بالفعل. وهو كذلك بازن الله. فا آآ انت اخر ميت سنة زي ما اقولك بتستورد اكتر من تصدر. دي حقيقة. والطريقة اللي اتباني عليها هيكلة الاقتصاد المصري من سنة خمسة وسبعين لحد النهاردة هي اللي احنا بنحاولنا غيرها دلوقتي. عشان كده الناس اللي لازم تبوقع بالها ان هي امر في مطهة صعوبة. بازن. انت ماشي على الطريقة دي من سنة خمسة وسبعين. لازم تضايير. ولازم حتما دلوقتي تضايير. بازن الله. هنكمل كلامنا مع الاستاذ محمد انيس الخبير الاقتصادي. ونتكلم كبان امتى يتوقع انخفاض اسعار الفايدة. بس هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني الحضر. ولسه مكملين دراسة واقتصاد ومنورني الاستاذ محمد انيس الخبير الاقتصادي. طبعا الاستاذ محمد كنت معجب جدا انت بالاغنية. الحقيقة. طيب احنا كان قبل الفاصل كنا بنقول امتى حضراك تتوقع انخفاض في اسعار الفايدة. وكان فيه سؤال مهم جدا ليه دايما البنك المركزي بعد اجتماع الفيدرالي دايما بيخالف كراته. الفيدرالي يسبت والمركزي آآ آآ رفع هو الاسعار. تمام عظيم اوي. طيب خلينا نجاوب على السؤال الاولاني ونقول امتى ممكن نتوقع ان يحصل انخفاض في المعادلات الفايدة? والسؤالين اللي حركت سألتهم هنجاوب على المصري. الشركة المصري. وعلى الشركة دولار امريكي او في الفيدرالي في امريكا لان بيأثر علينا وعلى العالم كله. نبدأ بمصر. ببساطة هنقول لما آآ يبدأ معدلات التضخم في الانخفاض آآ تحت آآ المستوى بتاع آآ الفايدة. يعني لما يبدأ معدلات متوسط التضخم اللي بيعلن من البنك المركزي واللي بيعلن من الجهاز المركزي للتعبال العام والاحصار. يبدأ ينخفض ويكمل مساره الانخفاضي لانه هو بنخفض بالفعل بقاله اربع شهور. نعم. يكمل هذا المسار الانخفاضي ويبدأ ينزل تحت آآ آآ معدلات الفايدة المعلنة نفسها. ممكن ساعتها نبدأ نتوقع انها يتم اللي بتقال عليه علميا تخفيف السياسة النقدية او ببساطة تقليل معدلات الفايدة. ده بالنسبة لنصر. نعم. بالنسبة بقى لامريكا هم سابقنا بخطوة شوية. لان معدلات التضخم بالفعل بدأت تنخفض آآ بالنسبة لهم. آآ آآ قربوا من المستهتف بتاحهم. مم. مستهتف بتاحهم هم اتنين في المية. وهما دلوقتي تلاتة وكسور. تلاتة ونص تعريبا مسلا. فممكن. اه. 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 فممكن في النصف التاني من الفين اربعة وعشرين. يبدأ الفيدران الامريكي يخفض معدلات الفايدة. بنسبة قد ايه? اعتقاد الشخصي انه ممكن يكون بتلاتة نقطة موية. يعني يعني آآ يعقل من واحد اقل من واحد Vielleicht فى المية. هو الفايد هنك دلوقتي خمسة ونص فى المية. دي فايدة مرتفعة جدا 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 بمقائز الدولار. لان الان خلق قبل ما يحصل كل اللي احنا عايشين فى كانت فايدة ربعة في المية على الدولار. ربعة في المية. في السنة تحط الدولاراتك في البنك تاخد ربعة في المية في السنة. آآه تمام فخمسة ونص ده مواعد писف Greg جدا. فممكن يبدأ يخفض في النصف الثاني من ٢٠٢٤. هل ده مفيد لنا بقى كمصر? اه. هل ده مفيد لكل الدول النامية? ايوة. هل احنا متأثرين سلبا بان معادلات الفايدة المرتفعة دلوقتي احنا وكل الدول النامية? يقينا. اه. ليه? لان ببساطة. ببساطة. مبتعرفش اه تمول الفاجوة التمولية الدولارية عندك بمعدل فايدة مقبول. لان الفايدة على الدولار عالية جدا. ومدرين الاستثمار في البنوك الدولية بيقول لك اه ليه اروح استثمر في الدول النامية? ترمى ان انا ممكن اقدي الفلوس للسندات الامريكية والاوروبية واخد معادل فايدة مرتفع بآ من غير اي ايه? من غير اي رزق. من غير اي مخاطرة. وبالتالي تغفيد الفايدة بالنسبة لنا مهمة جدا. ومفيد جدا. وهيبدأ يحصل ان شاء الله في النصف الثاني من ٢٠١٤. مع بقى استعادة الانضباط اللي احنا بدأنا نشوفه دلوقتي فيه. ده حقيقة فعلا. يعني الناس كلها تقول لك سنة ٢٤ ديتها تبقى سنة مش اه انا شايف ان شاء الله فيه خير جاي. بازن الله. هو اه اه يعني انفراجة الوضع الصعب اللي احنا فيه من بعد اه اه يعني بداية حرب اوكرانية وروسيا بازن الله يكون اه في في خلال الهزام. صدمات طبعا حرب اه يعني كورونا والازم الروسية الاوكرانية. صدرات متفالية. كمان. صدرات متفالية طبعا. اه صدرات متفالية. والخصة في غزة مش بس في الحرب اللي على حدودك في غزة كمان. موضوع البحر الاحمر. يعني حضرك انت انت يعني يا سوز محمد ممكن تتوقع انخفاض في اسعارها في ده كلام دوت من النص التاني. فعالة دولار الامريكي في النصف التاني اه. من الفين اربعة واشرين. اه بالنسبة للمصر الوضع ممكن يبقى لسه بعديها بشوية. على اخر السنة بس. ممكن خمسة او اخر ربع في اربعة واشرين. لا ما ظنش. لكن ممكن في خمسة واشرين. خمسة وعشرين. اه. طيب اه 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 ايه الفرق ما بين الشهادة والوديعة? عظيم. الوديعة تقدر اه 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 تعملها في اي وقت. انت ما شهادة بقى عارف اعملها في اي وقت. لا. الشهادة العاقل بتاعها استثنائي. اه. مرتفع بشكل استثنائي. فالبروك بتطرحها او بنكي مش البنوك بقى. بنكي الاهلي ومصري بيطرحوها في فترة محددة لغرض محدد. اول ما يسحب السيولة اللي هو عايز اصحاب من السوق بيوقف في طرح هذه الشهادات. زي الشهادة السبعة عشرين موجودة دلوقتي. لو رحت تعمل وديعة في البنك الاهلي ومصر مش هتاخد سبعة عشرين. هتاخد اتنين وعشرين. اي ان كان الرقم في الحدود دي مسلا. لكن ده الوديعة تقدر تقدر تعملها في اي وقت. دلوقتي في اختيار استثنائي اللي هو الشهادة اللي في سبعة عشرين. ممكن في يوم واللي انا ممكن بكرة الصبح. الوديعة برضو تاخد بردو فايدة عالية كده? الوديعة فايدتها اثنين وعشين في المية. اثنين وعشرين. ماشي. اه olması الوديعة موجودة على طول. اه. لكن الشهادات ممكن بكرة الصبح. شهادات سبع وعشرين دي البنك الاهلي وبنك مصر يخلق قرار. اه. اه. يا بالاختيار بالنسبه لك الوديع. الوديع. والوديع تاخد اه او بتحصلها في اخر السنة. اه. على حسبért اه. اه. على حسب انت انت سنة سنة ثلاث سنين خمس سنين زي ما تحب. طيب بالنسبة برضو لدفتر التوفير. بعد قرارات حتى البنك المركزي. ينطبق عليه ما ينطبق على الوديعة تقريبا. نفس الموضوع. نفس نفس الموضوع ونفس الارقام. طيب احنا. لكن آآ بيتبقى هو اوسع عند شارف ك كمكاتب بريد. وبيستهدف يعني صغار المدخرين. آآ كمكاتب بريد. وفي دفات التوفير برضو في البنوك برضو يعني مش مكاتب بريد بس. آآ آآ اوكي يا المحساب حريك بتكلم على الدفتر التوفير اللي في آآ لا نتكلم على حساب التوفير نفسه. آآ حساب التوفير اللي ما كنت في كل البنوك. طبعا ينطبق عليه العائد بتاع اللي هي الحسابات الجارية. الحسابات الجارية. آآ آآ. طيب احنا هنخرج فاصل ولما نرجع نسأل بقى حضراتك بقى هل تتوقع يبقى فيش هلاج جديد في الفترة القادمة ولا لأ ولسه منورني الاساس محمد انيس الخبير الاقتصادي. لسا نكملين دراسة الاقتصاد على الراديو تسانيين ساعين وآآ منورن في الاستوديو لأستاذ محمد انيس الخبير الاقتصادي اللي احنا قبل الفصل كنا آآ بنسأله وبنقول له بتتوقع امتى الشهادات الجديدة آآ يبقى حال ايه الشهادات الجديدة في الفترة المقبلة? ده لو هيبقى فيش شهادات الجديدة. ده لو هيبقى عشان ما نجذبش بحاجة يعني. ايوة. طيب خلينا نقول ان آآ آآ يعني بدأ المركزي هياخد الاجراءات مع مع الحكومة علشان خاطر. اه طبعا بعد الاعلان عن آآ شبه التواصل الاتفاق مع الصندوق النادي الدولي. آآ آآ الاجراءات اللي اللي هنسيطر بيها على معادل التدخل المرتفع. وهنسيطر بيها على الانفلات اللي كان موجود آآ وجود سوق موازي لسعر صرف جنيه امام الدولار. نعم. آآ آآ عادة آآ بيبقى في حزبة من الاجراءات مطلوبة آآ من ضمنها آآ اللي اللي حصل من البنك المركزي في اجتماعي الخمسة الماضي اتنين في المية. نعم. آآ زي آآ وده وده حاجة نتوقعها برضو نكون في حزمة من الاجراءات الاجتماعية ودعم آآ اجتماعي آآ يعني يوجه للطبقات الاكثر احتاجة في مصر الفترة القادمة. آآ وفي نفس الوقت بيبقى عادة في طرح لي آآ شهادات بعائد مرتفع. لجازم السيولة اللي ممكن تبقى موجودة في الاسواق آآ آآ بحيس ان تجبر التدخم على آآ الانخفاض. نعم. بسيطرة على السببين اللي بيعملوا التدخم. العرض والضرب. وبالتالي آآ هنا بقى هيبقى في سؤال هيحسموا المركزي للفترة القادمة. هل شهادات سبعة واشين في المية كافية? المركز هو الوحيد. كافية ازاي? كافية في سحب هذه السيولة الحالية. آآ هل آآ شهادات سبعة واشين اللي شغالة دلوقتي كافية? ولا هيحتاج هو شهادات اخرى بعائد اعلى? ده سؤال آآ الاجابة بتاعته مش محسومة دلوقتي مش بس عندنا. مش محسومة كمان عند البنك المركزي. لان ده بيتوقف على حجم العوائد اللي موجودة دلوقتي عند بنك مصر وبنك الاهلي من هذه الشهادات. اللي لايه علامها الا الثلاثة بنوك مصر والاهلي والمركزي. نعم. وفي نفس الوقت آآ خطة المركزي ايه? لاستكمال رفع معدلات الفايدة. هيصل بها الى كام? هلا هيصل الى سبعة واشيون وتخطاها مسلا وبالتالي اضطر يطرح شهادات اعلى. ولا سقف المعدل الفايدة يبقى تحت السبعة واشيون. طب محمد طب الدهب برضو زي ما انت شايف برضو في الفترة ديت يعني ما شاء الله بينزل كل يوم متين تلتمية جنيه حاجة عظيمة. لانه ارتفاعه كان عبسي. ده حقيقة فعلا. وبالتالي آآ النزول لازم يبقى سريع زي ما كان الرتفاع سريع. ومعروف كويس جدا كمان اللي بيعمل استثمار في الدهب ولا في الدولار دي ده مش استثمار اساسا. ده اولا مش استثمار لانه لانه لا بيخلق فرص عمل ولا لوعة. ولا اي حاجة. ده اولا. ثانيا انه انه طبيعة الشغل في هزا المعدن السمين. هو انه هو آآ يعني ما فيش عنيه مضاربات عنيفة. ده حقيقة. يعني سلعة سقيلة الحركة في سعرها. ولازمت تكون بقى هطلق رسها. بزرط كده. هو معروف ان الجاة بس سمار طويل الاجل. بحاول ابسط التعبير اللي انت قلته اللي هو سمار طويل الاجل. يعني هتركينها وتورصها وكنا عشان يقليها عائد. اه بحقيق. فان بقى ان الدهب يبقى كل يوم في حركة بقى بالميتين وتلتمين جنيه صعودا ونزولا دي مضاربات عنيفة. ببساطة اللي اللي بيتضرر منها هو اللي بيحاول يشتري هذه السلعة دون الاحتياج لها. بس انا متوقع ان الاسعار برضو هتنزل برضو. هتكمل اول فترة اللي جاية. هتكمل اه بيعني بازن الله لازم يحصل اه اندبط للامرين للدهب والدولار الفترة القادمة. بازن الله. طبعا يعني نتمنى طبعا يبقى فيه الخير ان شاء الله بازن الله قادم وبازن الله الاسو كمان آآ ينضبط آآ في الاسعار وكمان موضوع كمان الدهب كمان والدولار كمان من اشاكل اللي عليهم ديت بازن الله تتحلى في الفترة القادمة. واحداك نورتنا واستاذ محمد والله. استاذ محمد انيس الخبيل الاقتصادي نورتنا. تحياتي ليك. تحياتي لحضرتك. ولا المعدة طبعا الاستاذة بنده. الاستاذة بنده طبعا. بكده خلصت حلقتنا آآ النهاردة من دراسة اقتصاد. استنوني بازن الله الاسبوع القادم نفس آآ زي دلوقتي كده قبل دلوقتي كده بساعة آآ مع كل المشاكل الاقتصادية وكل ما يتعلق آآ من الناحية الاقتصادية وما يخص المواطن. آآ نسمع دلوقتي يا عمر دياب ويا امر.